بسم الله الرحمن الرحيم على مدار أكثر من ثلاثين يوماً جرت خلالها الانتخابات الرئاسية 2024 والتي شرفت بتكليفي من حزب الشعب الجمهوري لخوضها مرشحاً عن الحزب عملنا بكل جد وإخلاص لعرض برنامجنا الرئاسي واستطعنا أن نصل إلى جموع المواطنين وكان طموحنا الفوز بالانتخابات من أجل تطبيق رؤيتنا وبرنامجنا وبعد نتيجة الانتخابات فإننا نحترم ونقدر اختيارات الناخبين ونعتز بما حققناه في الانتخابات الرئاسية 2024 فبالرغم من كونها التجربة الأولى للحزب في الانتخابات الرئاسية إلا أنها ستظل علامة مضيئة أظهرت قوة الحزب وتماسكه والتي ظهرت جلياً على الأرض وسنعمل على الاستمرار في تدعيم الحزب والبناء على ما تحقق استعداداً للاستحقاقات الدستورية القادمة ونؤكد أن منهجنا هو المشاركة الفاعلة وخوض الاستحقاقات الدستورية سعياً لتطبيق رؤية الحزب وبرنامجهم كل الشكر لجموع المواطنين الذين سطروا مشهداً وطنياً وحضارياً وأقول لهم ما أبديتم من ثقة تدفعنا لمزيد من العمل في خدمتكم والتعبير عن شواغلكم وإلى أعضاء الحملة الرئاسية وجميع أعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري التنظيمية والنيابية وقواعده الشعبية الذين واصلوا العمل ليلاً ونهاراً وبذلوا أقصى جهدهم تطوعاً من دون مقابل ولأشهر طويلة من منطلق إيمانهم العميق بقيمة رسالتنا وأهدافنا الوطنية أقول لكم أنني أكن لكم كل الشكر والتقدير وأؤكد لكم بأننا وإن لم يحالفنا الحظ في تجربتنا الأولى في الانتخابات الرئاسية 2024 فإننا منذ اليوم سنبدأ مرحلة الإعداد للعودة وبقوة للمنافسة على كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل أفضل وأكثر انتشاراً ولن نستثني من ذلك انتخابات الرئاسة القادمة 2030 والتي سيسعى الحزب إلى تكليف مرشحاً يحدد في حينها من قبل حيئته العليا وأخيراً ومن منطلق شعارنا مصر أولاً مصر دائماً أهنئ الرئيس المنتخب السيد عبد الفتاح السيسي لحصوله على ولاية جديدة من 2024 إلى 2030 وأدعو الله عز وجل أن يوفقه لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين وفي هذا الصدد يسعدني ويشرفني أن أقدم لسيادته برنامجنا ورؤيتنا مؤكدين على استمرار حزب الشعب الجمهوري في العمل على كل ما فيه صالح الوطن والمواطنين مصر أولاً مصر دائماً حفظ الله مصر وشعب مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته